مرحبا بكم في قناة دي دي سامدي والخل وكيف يتعاملون معه في تربية الارانب ويعني اسمهما الامراض اللي ممكن ان الارانب ديالنا يتصابوا بها ويداويهم هاد الخل هاد الخل اللي هو رخيص التام كينبعد الصيدريات اللي كتمشي عندهم الصيدريات بيطارية وهذا الشي عند تجريبة يعني سوّلت واحد الصيد يعني حالي نقوله خدام بتهوف واحد واحد عند بيطاري وهضر لي اعلاء مني كتمشي عند البيطاري وكي اعطيك كتقوله مثلا عندي الارانب ديالي فيهم الكوكسيديا كوكسيديا هي لا دياري يعني كرشهم كتكون جارية عشنو كي اعطيك؟ كي اعطيك واحد القرعة يعني ما كيقولك شسمه المحتوى دياله منين كتتحلها كتلقى فيها ريحة الخل يعني منين كتشمها كتلقى فيها ريحة الخل منين اعطيك معاي الصيد قل لي يا ارا هاداك غي خل عادي ما كيديروش فيه شي حاجة زيادة ولا والغارب في الامر انهم كيبيعوه بعشر دلاهم لقرعة صغيرة عندك يعني قرعة صغيرة كتبه بعشر دلاهم كيقولك ديرها ثلاثة المرات وفعلا ما كيبقاش عندك المشكلة هاد القرعة هادي يعني القرعة الصغيرة ممكن ان هاد القرعة هادي دير ربعة دلاهمونس ممكن تدير منها واحد احنا نقولوا واحد جوج لاتا ربعة تستدي القنينات صغار تخيلوا استطلق القنينات صغار هو نفس المفعول اذا نهضرو على هدا با درنا على هدا هدا يعني الاختلاف الاتمينة نهضرو دابا على اشنك يدير هاد الخل الكوكسيديا اسموه اشنا هي بالنسبة الارنب الصغار او حتى الكبار وهو مني كرشهم كتجرة كتوللي انت ما قادرش هو الارنب ما قادرش يسيطر على كرشو وكيضعف يعني كيوللي ديك الفضلات ديالو ماشي مكورين مكورين مكركبين با يعني بوحد بحل دائري بشكل دائري لا كتوللي كرشو احلا يعني احنا مني كنشوفو الكاج ديالنا يعني التربية دي الكيجان مني كتشوفو في الميكة يعني تحت هذه الميكة هذي بحل هكا ما كتشوفوش الفضلات كما كتشوفوهم دابع انتوما كتشوفو الفضلات يعني بشكل دائري لا كتلقوها تجي هكا السوداء اشنا هي السوداء يعني ارى فيهم لا دياري والأولى ويعني بالاسم العلمي ديالها وهي الكوكسيديا طريقة ديال السيمان ديال هذي الخل سهلة وبسيطة يعني كتديروا معلقة ديال الخل معلقة معلقة كبيرة اللي كتستعملوا كتديروها مع اطروا ديال الماء وهذا كيطروا ديال الماء كتفرقوه عليهم يعني افتاصد ديالهم او الناس اللي ديرين شرابات اللي ديرين حالة ديال الحالة مات في التيويات مهم انهم كيشربوا منهم كونهم متأكدين انه انه يعني شي حاجة خيالية يعني في البلاس كيوليو كرشهم مزيانة القضية ديال وش هو علاج ولغي وقاية انا كننصح به كويقاية في الحقيقة كننصح به كويقاية هذي الخل هذا في الحقيقة يكون عندكم في يعني في يعني في الصيدلية الصغيرة ديالكم يعني كما كيكون عندكم ادوية اخرى مثلا ديال تصمغ الأدون ولا الادوية العادية اللي كتكون عندكم ديال الارانب يكون عندكم ديما الخل يكون عندكم بيكاربونات سوديوم لاحسب الانتفاخات والخل ضروري انكم ديما يكون عندكم محطوط في الصيدلية الصغيرة ديالكم الخاصة بالارانب كيفاش غنستعملوه كويقاية وهي تكون عندنا واحد المذكيرة وكاتبين فيها التاريخ يعني مثلا دلنا هاد الخل ارشينا دلنا لهم يعني في يطروا ديال الماء وكبيناه لهم كاملين نقيدو التاريخ ديال هاد النهار ونتسلنا واحد خمستاشر يوم ونعودو نفس العملية بالتاريس مو كنكونو دلنا كنكونو دلنا وقايا وماشي نخليو تاي مرضو عاد نديرو لهم العلاج لا يكون عندنا واحد نظام غادين به اشنو هذا النظام اننا نكبو هادك الخل وفوحد يطروا ديال الماء ونعطيوه لهم ونقيدو هادك التاريخ ومنيني يوصل عليهم عوديني خمستاشر يوم اخرى انو عوديني عودو لهم نفس العملية وهكذا دوليك على طول حيات ديالهم وكونوا متأكدين ان هذه ارا غادي تكون واحد الوقاية من نوع خاص تمن رخيص يعني هاد القرعة ممكن ان ارا غادي تضرب بزاف عد تسموه هي معلقة ديال الخل يعني في لمدة ثلث يام اديرو لهم ثلث يام معلقة ديال الخل في مدة خمستاشر يوم يعني ارا شيء خيالي غادي تضربكم بزاف وفن صح لدي تضربكم بزاف او في نفس الوقت ما ما اتنوش المرض الامردة يكون عابش لديلوه لهم لا ديلوها كاعلاج كا وقاية عفوا نا يكون كا وقاية الناص اللي ل يدربوون الامران بذيالهم صاف يخدموا الخل مزيان ولكن يستمروا علي يبقوا ديما غاديين على الخل راة شيء حاجة يعني جد جد فعالة ورخيصة في اذا اللي عجبته الحلقة ما تنسوناش بجرس جام تكيوو على زر جام نزلو سبعكم التحت وتكيوو على زر جام باش تسندونا نزيدو القدام ما فيها باسي لاحل القتير راسوري وتكيو تكيو على زر جام باش تسندوني ونصف تكم فيديويات لمهمة بحال هذا الفيديو درع في فيديو هادية رع مهم لفتربيق الارانب الخل تكيو على زر جام تكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديري ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة